أول شي أعطيكم العافية جميعا أنا برأيي أنه بداية الوعي تتشكل بأنه نقعد مع بعضنا ونحكي مع بعضنا ونسمع بعضنا وننتقد بعضنا بالنهاية بيصير في عنا ضوابط وقواعد ما ممكن أنه مثلا يصير في عندك فكر متفلت وهذا الفكر المتفلت بيوصل مطرح مع عمل يقول خينا فادي أنه ممكن يوصلك للسيء للدمار الشغل الثاني والنقطة الأهم أنه أي نوع من الفكر ما بإمكانه ينسجم مع الواقع ويعالج مشاكله ويتعايشه وياه ويفهمه فهذا الفكر أنا برأيي هو بعالم آخر بده مراحل زمنية لحتالي يعود يتنزل على مجتمعاتنا أول شي لازم نخلق التجربة الناجحة يعني لحتالي نقول بأنه هذا الفكر ممكن أنه يمشي ما ننطبقه يعني وقت اللي كارل ماركس مثلا نحط أفكاره مثل ما أراها فادي ومثل ما أرايتها أنا ومثل ما أراها طارق وإنت وإلا ما هونالك كانت أفكار فيها كتير من التجديد فيها كتير من التحريض على أنك أنت تشوف الأشياء من زاوية تانية مختلفة يعني وصار في قلها جماهير كتير وقت اللي طبقت على أرض الواقع لقائنا مثلا أنه الفكر مش بحجم التجربة وبحجم نجاح التجربة فكل تجربة بدك أنه تعممها لازم هي يتحقق النجاح بذاتها يعني ما بإمكانك أنت تكون مثلا تش بصفك واعد عمال تحاضر برفقاتك بأنه كيف الإجتهاد وكيف ممكن أنه الواحد يحقق نجاحاته إلا ما هونالك ما بالإمكان أنك تكون أنت مثلا والله من الصبح لعشية حاطط المي وعمالي يعني تغسل إيديك من فوق لتحت وإجريك من تحت لفوق إلا ما هونالك وآخر شي تجي تحكيني بالعلمانية مثلا أنه لازم على القليلة تنسجم الأفكار مع واقعك فعلى هذا الأساس أنا برأيي أنه المفروض أنه نحن نخلق تجارب ناجحة يعني مثلا لحتالي يتعمم فكر الصالون الثقافي لازم نحن على مستوى الأشخاص اللي منكون موجودين فيه نكون قدرنا خلقنا علاقة بين بعض تنتج يعني على المستوى الفكري وعلى المستوى المعنوي والنفسي وإلى ما هونالك وكمان على المستوى العملي بالمجتمع يعني ما نظلنا نحن فصيل برات مجتمعه بس قاعد عملي ينظر أنه نحن نعمل نعمل شغلات تقدر أنه تشيلنا لعند الناس لواقع الآخرين ونكون نحن تجربة جديدة ناجحة فساعتها بإمكاننا نعمم وإلا هذه التجارب الفردية على مستوى الأشخاص ممكن أنك أنت تكون والله مدر ناجح بس على مستوى العام المفروض أنه المجموعات تنجح المفروض أنه المجتمع ينجح يعني الوعي هو أن ندرك هو أن نعرف نخلق هذه المعرفة والمعرفة هي لحتى اللي تخلق ولحتى اللي تنضج المفروض أن يكون فيها تجربة لازم نبلش نجرب يعني أنا مثلاً كتير عجبني اللي قاله الأستاذ فادي أنه لازم نجيبه لعالم الواقع نحطه نشوف ساعتها منعرف كانه سيء والله والله والمحاولات اللي بزلوها الأساسي يعني الناصر والأستاذ عباس كتير يعني فيها من الكم الكبير من عالم المعرفة والطرق اللي ممكن نستفيد منها لحتى اللي نبلش نشتغل على حالنا وعلى مجتمعنا بس أي تجربة منفصلة عن المجتمع ومش بإمكانها أنه تتعاطى معه فهي تجربة منعزلة ممكن تقدر ولكن على المستوى الفردي مش على مستوى الجماعة فإذا إحنا ما نغير المجتمع لازم نخلق حالة من الوعي حالة من الوعي تعي ما تفعل هو الوعي لازم يكون واعي شو عمال يعمل لحتى اللي نقدر أن نوصل لمجتمع يكون فيه وعي وقادر أنه يغير بالاتجاه الأفضل والسلام عليكم شكرا 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 شكرا